اشتركوا في القناة وجاء ذلك الاجتماع مع أعضاء الزمالك أولياء الأمور لاعبي قطاع السباحة واستماع الرئيس إلى الشكاوى ومقترحات أولياء الأمور فيما يخص قطاع السباحة حيث أكد لبيب على سعيه من أجل تنفيذ جميع مطالب أولياء الأمور التي تتناسب مع المصلحة العامة للقطاع والنادي ووعد لبيب الأعضاء بمراجعة العديد من الملفات الهامة والتي تخص قطاع السباحة الزمالك يواجه الجني يوم الجمعة المقبلة 2 أغسطس في تمام الساعة التاسعة مساء على استاذ القاهرة في الجولة 32 من عمر الدوري أحمد حسن ميكي مهاجم الزمالك السابق أكد أنه رحل من ناشئين الأهلي لعدم وجود دوري لسنه على اتفاق العودة عاقب موسم واحد وذهبت لحرس الحدود بهذا الوقت استمريت موسم ثم عدت للأهلي مجددا وعاقب العودة عن الاستعلام عني وجدوا أن الحرس لا زال يقيدني بصفوفه وبالتالي عدت واستمريت مع الحدود لما يقرب من عشرة أعوام تقريبا وأثناء وجودي في حرس الحدود تلقيت عروض من الأهلي عدة مرات للعودة ووقعت بالفعل مرتين ولكن كل مرة الأمور تكون صعبة وانضميت للزمالك وأنا متربي في الأهلي ولكن حبيت الأبيض بسبب جماهيره وانتميت إليه أحمد حسن ميكي إمام عشور لازم يقلل من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة القادمة وتقليل استفزازه للجماهير ولا يصح أن تكون لعبا في نادي الزمالك ومنتمي له وتخرج تلعب في ميت لاند الدني ماركي للاحتراف ستة أشهر وتابع لسبب ما فشلت بالعودة وذهبت للأهلي بلاشت بوسط الأميص وتتكلم على السوشيال ميديا وتخسر جماهيرك السابقة تعجب أمير عزم مجاهد من الهجوم على زيزو مؤكدا أنه يعاتب بعض البرامج التي تحاول بسبب الانتماء أن تصطاد لاعب بعينه للهجوم عليه والإدعاء أنه لاعب غير دولي أو الهجوم عليه وما يحدث في مصر في هذا الشأن لا يحدث في أي بلد آخر متعجبا من الهجوم على زيزو والأداء أنه لاعب غير دولي مؤكدا أننا حاليا أمام منتخب مصر ولابد أن نقف مع المنتخب خلال الفترات القادمة وعدم السير وراء التريندات الذي أصبح يأخذ الكثير وأكد أن زيزو ترك فريقه وذهب لقيادة المنتخب الأولمبي ولا يوجد داعي لهذا الهجوم الغير مبرر هذا الكلام يوجع اللاعب ويؤثر على مستوى في الملعب ويجب دعمه محمود فتح الله جمز مدرب شاطر ويحسب له أنه يطلع بمكاسب غير الفوز وبيقيم اللاعب أو الناشئين اللي يحسب عليه أنه لازم الأمور تبقى محسوب ويعطي راحة لللاعبين الأساسيين لمدة إسبوعين مش خمس أيام وردا على سؤال رأيك فيه ترشيح مؤمن سليمان للزمالك هو مدرب محترم أي اسم من ولادي النادي يطرح هندعمه ولكن المدرب الموجود شاطر وكويس محمود فتح الله أنا لو مسؤول في الزمالك هقيم الظروف اللي بيعمل فيها جمز هل الظروف واحدة بين الزمالك والأهلي وبرامدز بالتأكيد لا أنا جبت جمز في ظروف صعبة وما فيش قيد وقائمة لقصة أعدت معاه وطلقت الكنفدرالية وحصل عليها قرار الانسحاب من مطش الأهلي هل كان قراره؟ لا كان قرار الإدارة علشان لما آجي أحسبه يكون في عدل طلقت منه حاجة وهي الكنفدرالية وأخدها في ظل إمكانيات صعبة وفي الدوري بعد الانسحاب من مطش الأهلي بعده يا بعد عن المنافسة يبقى أنت بتحسبه على إيه فتح الله أنا عاوز الزمالك يكون أحسن حاجة والموسم بيضيع لازم أفكر بالعقل ولازم تقيم المدرب بشكل صحيح شغلك كويس ومع ذلك خسرت الدوري يبقى هدعمك ولو قيمت الموجود غلط هتقيم اللي جاي غلط اللي أطلب من جمز عمله مهيب عبدالهادي لمحمود فتح الله هقولك هردلك على إيه ولا إيه على الزمالك ولا برامدز اللي يرد فتح الله الزمالك ليه؟ النادي طلع دبطولة مهم هذا الموسم وهي الكنفدرالية الزمالك والأهلي قد بين كبار والثنائي عندهم جماهير كبيرة الأبيض عنده مشاكل كتيرة ويطلع دبطولة قرية يبقى بطل تا كل جنيه بيدخل بيتدفع للأضايا ودخلين دوامة وحاجة كويسة الفوز بالكنفدرالية وأضاف الزمالك ما بيلعبش بالتيم كامل الزمالك والأهلي أقوى وأحسن نديم في مصر ما عندهش جماهير ولا إعلام الزمالك لو تعاقد مع 4 أو 5 صفقات هيبقى الموسم الجيد ربنار هذا موسم اتحسم ومبروك للأهلي أكيد يستحق الدوري أكد مصدر بالبنك الأهلي على تمسك اللاعب الغني إصحاق يعقوب بالانتقال إلى الزمالك لأن الموسم المقبل وسبق وأكد أشرف نصار رئيس ندي البنك الأهلي أن ناديه يتمسك بتجديد التعاقد مع إصحاق يعقوب خلال الفترات القادمة إلا أن اللاعب حتى الآن يرفض إغراءات إدارة البنك الأهلي ويتمسك بالانتقال إلى صفوف الزمالك خلال الفترة القادمة موهيب عبدالهادي عندي مفاجأة ضخمة طم عرض اسم سليمان لتدريب الزمالك هو ابن من أبناء النادي وبعض المسؤولين بالزمالك عرضوا اسمه ولكن حسين لبيب يفضل استمرار جوميس في القيادة الفنية للفريق وتابع جوميس بيجرب سيبوه يجرب خلاص ودي المرحلة الأهم في تاريخ الزمالك وربينا الناشئين اللي عندك وخططك سيبو الراجل يشتغل انت طالبته بالكونفدرالية وجابها سيبوه يشتغل للسوبر الإفريقي لكن كل ماتش حاملة على جوميس شكلها وحش قوي وشد دموء من سليمان شاطر وحصل على الدوري والكاس مع الشرطة العراقي وأعلن رحيله عن تدريب الفريق لكن الاستقرار مطلوب في الزمالك مش كل شوية تغير مدرب بس كده هدي كل الأخبار اللي كانت معنا النهاردة عن نادي الزمالك أتمنى الفكرة أكل خفيفة على قلبكم ادعمونا بلايك الفيديو وسبسكريب بالقناة ومتشكلون بالدعاء على دعمكم لو عندكم أي ملحوظة اصيبوها في التعليقات سليم